اشتركوا في القناة الى الهدف المنشود وهو رضى الله سبحانه وتعالى ولنتجنب الأخطاء الفادحة قدر الإمكان ونعيد ونكرر ما ذكرناه سابقا بأن كل ما ينقل هنا على ذمة الراوي وليس على ذمة القناة تابعونا هذه قصة معبرة شاركتها أختكم أمها لا تقول يحكي مالك ابن دينار قصته قائلا بدأت حياتي وأنا في قمة الضياع كنت عاصيا سكيرا أظلم الناس وآكل الربا شديد الفجور وكثير المعاصي ولا أخشى فعل المظالم أو إلحق الضرر بالآخرين حتى أصبح الناس يتحاشون التعامل معي من شدة ظلمي ومعصيتي وفي يوم من الأيام اشتقت إلى الاستقرار وفكرت في الزواج وأن يكون لدي طفلة وبالفعل تزوجت ورزقني الله طفلة سميتها فاطمة كنت أحبها حبا جما وكلما رأيتها تكبر أمامي يوما بعد يوم زاد الإيمان في قلبي وزاد بعدي عن المعاصي والآثام عندما بلغت فاطمة ابنتي عامها الثاني كانت عندما تجدني أمسك كأسا كانت تقترب مني وتزيحه بيديها بعيدا عني وكأن الله عز وجل جعلها تفعل ذلك ماتت فاطمة عندما بلغت ثلاث سنوات فانقلبت أسوأ مما كنت فلم يكن لدي وقتها الصبر الذي عند المؤمنين حتى أقوى على البلاء وأتحمل الشداء فتلاعب الشيطان بي وأعادني أسوأ مما كنت وفي يوم جاءني الشيطان ووسوس لي فظلت طوال الليل أشرب وأشرب فرأيتني تتقاذفني الأحلام حتى رأيت تلك الرؤية رأيت يوم القيامة وقد أظلمت الشمس وتحولت البحار إلى نار وزلزلت الأرض واجتمع الناس إلى يوم لا ريب فيه وأسمع منادي ينادي فلان ابن فلان هلم للعرض فيتحول لونه إلى سواد شديد من شدة الخوف حتى سمعت المنادي ينادي باسمي فاختفى البشر من حولي وكأن لا أحد غيري في هذا اليوم ثم رأيت ثعبانا كبيرا قويا يجري نحوي فاتحا فمه أخذت أجري من شدة خوفي حتى وجدت رجلا عجوزا ضعيفا قلت في رعب أرجوك أنقذني من هذا الثعبان فقال العجوز يا ابني أنا ضعيف لا أستطيع ولكن اجري بأسرع مما عندك في هذه الناحية لعلك تنجو يقول مالك فجريت كما أخبرني والثعبان يجري خلفي حتى وجدت نارا أمامي فعدت مسرعا والثعبان يتبعني عدت إلى ذلك الرجل واستحلفته بالله أن ينقذني فبكى الرجل لحالي وقال أجري نحو هذا الجبل لعلك تنجو فبدأت أجري نحوه والثعبان خلفي حتى رأيت على الجبل أطفالا صغارا سمعتهم ينادون يا فاطمة أنقذي أباكي يا فاطمة أنقذي أباكي يقول مالك علمت أنها ابنتي فاطمة التي ماتت وعمرها ثلاث سنوات تنقذني من هذا الموقف العظيم فأخذتني بيدها اليمنى ودفعت الثعبان بيدها اليسرى ثم جلست في حجري كما كانت تفعل في حياتها وقالت لي ألم يأل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال مالك قلت يا ابنتي أخبريني ما هذا الثعبان الرهيب فقالت فاطمة يا أبي هذا عملك السيء وذنوبك أن تكبرتها حتى كادت أن تبتلعك وهذا الرجل الضعيف الذي كان يحاول مساعدتك هو عملك الصالح أنت أضعفته وأوهنته في حياتك حتى بكى لحالك ولا يستطيع أن ينقذك ولولا أنك أنجبتني ومت وأنا صغيرة ما كان هناك شيء ينفع يقول مالك فاستيقضت من نومي وأنا أصرخ قد آن يا ربي قد آن يا ربي ثم اختسلت وخرجت لأداء صلاة الفجر ونويت التوبة هذه حالة نقلتها أختنا الكريمة أم علي من بغداد تقول بالبداية أحب أن أبين لكم شيئا عن طبيعة ابني هو شاب متفوق في دراسته منذ طفولته طيب القلب إلى أبعد الحدود والله لا يؤذي نملة عطوف حساس ذكي ورع عن الحرام يتجنب المعاصي جدا أمين دائما يجد لقطة ويبحث عن أصحابها ويسلمها لهم آخر شيء وجده قبل أن يخوض هذه التجربة بعدة أيام حيث وجد محفظة في موقع عمله تحوي على مبلغ كبير ومستمسكات وطبعا كالعادة بحث وسلمها لصاحبها حتى قال له صاحبه بالعمل عسى أن يعطيك مكافأة قال لا أريد منه شيئا أريد فقط أن يشفيني الله من مرضي للأسف فإنه مريض منذ أكثر من ثمان سنوات مرضا مزمنا مناعته تهاجم القول المهم التجربة عندما ذهب إلى النوم في غرفته في منتصف الليل أول ما بدأ بالنوم أحس بأن روحه أو بالأحرى نفسه ترتفع عن جسده تحت سقف الغرفة ولكنه في لحظة الانفصال أحس بالوغز مثل الإبار في سائر جسده وروحه أحس بإحساس جدا ممتع حيث لا يوجد شيء في الدنيا يشابهه وسمع صوت عسف بيانو أو مثل لبيانو خافت وصوت مثل صوت الخوال وانتبه أنه لم يعد يحتاج إلى التنفس وأنه صار خفيفا وبإمكانه أن يصعد إلى الأعلى أكثر وبلا حدود ولكنه خاف وأجبر نفسه على التنفس حتى لا يموت ورجع إلى جسده وصحى من النوم مرعوبا حتى أنه خرج من غرفته وتفقدنا في باقي البيت ووجدنا نائمين وفي الصباح حكى لي كل ذلك وسألني ما هذا الذي حصل معي ولماذا؟ وهل يشفيني؟ لأني أحسه مثل الطاقة دخلت إلى جسمي وإذا تكررت هذه الحالة هل أحلق بعيدا أم لا أحلق؟ هذه قصة نقلها أخونا عمار أبو ياسر وطبعا على ذمته نقلا عن جده رحمه الله يقول السلام عليكم في عام 2000 أو 2001 ميلادي لا أتذكر بالضبط تعرض جدي لحادث صدمته سيارة أثناء عبوره الشارع وأوقعته أرضا وراح في غيبوبة مدة خمسة عشر يوما وبعدها أفاق حدثنا وهو الرجل البسيط كيف أنه رأى فلانا وفلان من الأشخاص الراحلين الذين كان يعرفهم في حياته وكيف أنه كان يسير معهم فيما يشبه الشارع الواسع إلى أن وقفوا أمام شخص لديه سجل كبير ينظروا فيه وقال هذا الشخص لآخرين كان معه لماذا أحضرتموه ليس هذا وقته وعاد للوعي وقتها كنا لم نسمع بها كذا تجارب وافترضنا أن جدي رأى حلما أو رؤيا وهو بين النوم والإغماء وعندما بدأت أتابع هذه السلسلة قبل عام تقريبا عرفت أن ما قصه جدي علينا لم يكن من قبيل الأحلام بل هو تجربة اقتراب عاشها أسأل الله لي ولكم حسن العاقبة وأن يدفع هذه الغمة عن أهلنا في لبنان وغزة واليمن وإيران والعراق وكل بقاع المسلمين وأن ينصرنا على شياطين الجن والإنس إنه ولي كل نعمة ودافع كل نقمة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر